يتوجد المنتخب الوطني تحت 23 سنة لكرة القدم صباح اليوم الجمعة بمطار الرباط سلاف انتظار الترخيص الرسمي للتوجه صوبا قسنطينا للمشاركة في بطولة إفريقيا للعبين المحليين والتي ستنظم اعتبارا من اليوم وتستمر إلى غاية الرابع من فبراير المقبل وقال مدرب المنتخب تحت 23 سنة عصام الشرعي في تصريح للصحافة نحن في المطار وما زلنا ننتظر الترخيص الرسمي للتوجه إلى الجزائر من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للعبين المحليين وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشر أمس الخميس عن تعذر سفار المنتخب الوطني لمدينة قسنطينا من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للعبين المحليين بالجزائر للدفاع عن لقبه وذلك لعدم الترخيص النهائي لرحلاته انطلاقا من مطار الرباتسلا في اتجاه مطار قسنطينا بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية النقل الرسمي للمنتخبات الوطنية